اشتركوا في القناة وإلى الشعب البحريني الشقيق بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان شنات مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضربة استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين في منطقة ضلاع همدان شمال صنعاء وقالت مصادر محلية أن القصف الجوي طال منصة للصواريخ الباليستية في منطقة الكسارة بضلاع همدان وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف قصفت منصة للصواريخ الباليستية في منطقة الكسارة التي حولتها ميليشي الحوثي إلى منطقة عسكرية مغلقة وتضم المنطقة مخازنة للصواريخ وتجاويف جبلية تستخدمها الميليشيات لإخفاء المنصات الصاروخية تكبدت ميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية بين إيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء والمخدر غرب مأرب وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نصبوا كمينا محكما لمجامع من ميليشيات الحوثي في جبهة المخدر وأسفر عن مصرع أكثر من 23 حوثيا وجرح آخرين وفي جبهات نهم خاض أبطال الجيش الوطني معارك ضارية ضد الميليشيات الإنقلابية وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ومنها تدمير عربتين وثلاثة أطقم بعتادها باتجاه جبال صلب لقيا قياد حوثي رفيع من عائلة الشامي مصرعه بنيران أبطال القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة وذكرت مصادر محلية أن القيادية الحوثية المدعوة أبو طاه الشامي قتل في قصف مدفعي للقوات المشتركة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة الدريهمي جنوب المدينة وأضاف المصدر سقط الشامي إلى جانب العشرات من المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح وكانت المعارك وقد اشتعلت حين حاولت الميليشيات الحوثية فك الحصار المفروض على أكثر من مئة مسلح حوثي في مواقع المدينة في الشهر الماضي قصفت ميليشيات الحوثي الإجرامية القرى السكنية في الأطراف الشرقية لمطار الحديدة ضمن سلسلة جرائمها اليومية ضد المدنيين وافادت مصادر محلية أن القرى السكنية الواقعة شرق مطار الحديدة جنوب المدينة تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيات ووفقا للمصادر فقد بث القصف خوفا ورعبا في أوساط الأهالي مما قد ينذر بنزوحهم نتيجة القصف العشوائي والهستيري الذي تشنه الميليشيات من أماكن سيطراتها وتواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها وجرائمها الممنهجة بحق المدنيين في مختلف مناطق امتدال الساحل الغربي في ظل الصمت وتغاضي أممي مريب حاجمت ميليشيا الحوثي أحد أكبر البنوك اليمنية الأهلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا وقال مصدر محلي أن قوات عسكرية حوثية طوقت محيط المركز الرئيسي لبنك التضامن في شارع الزبير بصنعاء وداهمته وأجبرت جميع العاملين فيه على المغادرة وأكد المصدر بأن القوات الحوثية قامت بنهب سيرفرات البنك وأخرجت جميع الموظفين منه بالقوة وأشار المصدر إلى توقف كافة خدمات وعمليات البنك بما في ذلك الصرافات الآلية وعمليات السحب والإيداع في جميع الفروع نتيجة هذه المداهمة انتهى الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة